متواصلين معكم مشاهدين وزي ما عادة بنركز على مؤسسات ومراكز بتهتم بالتحديد بالأطفال اليوم رح نحكي عن جمعية روان لتنمية الطفل هي مؤسسة غير ربحية بتسعى لتنمية الطفل الفلسطيني في مرحلة ما قبل المدرسة وهي المرحلة ما قبل المدرسة يعني نحكي عن وكمان نحكي عن عمر ما بين 3 سنين ل 18 سنة تأسست بتاريخ 2008 حيث تقوم على تشخيص وتأهيل الأطفال هناك في طاقم متخصص في التربية الخاصة في العلاج الوظيفي علاج النطق والإرشاد النفسي وأيضا مختصين في صعوبات التعلم من خلال برامج فردية وجماعية مع الأطفال بنرحب معنا في المديرة التنفيذية لجمعية روان هو مركز صعوبات التعلم والنطق الله يصبحك بالخير السيدة سلام أسيا الله يصبحك بالخير كيف بداية نهارك؟ تمام الحمد لله بداية خلينا نسمع أكثر عن برامج اللي بيقدمها جمعية روان جمعية روان تأسست عام 2008 لتقوم على تشخيص وعلاج الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم والنطق يعني خلينا نحكي بشكل رئيسي هي تخدم جميع قطاعات الأطفال وتساعد على تنمية وتطوير قدرات الأطفال بشكل عام ولكن تم تأسيس مركز لصعوبات التعلم والنطق وهناك أيضا خدمات أخرى وحدة الأبحاث والدراسات لمعرفة سبب زيادة نسبة انتشار الأطفال الذين يعانون من هذه المشاكل رغم كونهم لا يعانون من قدرات ذهنية إنما على العكس قد تكون قدراتهم الذهنية عالية جدا ولكن يعانون من عصور أو صعوبات في التعلم أو في النطق وقد يعانون من مشاكل حركية سلوكية حركية مثل الطراب التشتت والحركة الزائدة بالإضافة أنه جمعية روان تحتوي على وحدة للتدريب تدريب المعلمين في المدارس على كيفية التعامل اكتشاف الطفل الذي يعاني من هذه المشكلة وكيفية التدخل المبكر طبعا بقدر المستطع وبحسب طبيعة الإعاقة أو بديش أسميه إعاقة هي إعاقة خفية ولكن حتى لا يظن الناس أن هذا الطفل لديه إعاقة عقلية نقول علميا إعاقة ولكن المقصود في أنه يعاني هذا الطفل من نوع من العجز أو الصعوبة أو عدم الكدرة على امتلاك المهارات الأساسية كبقية الأطفال بنفس الطريقة التي يتعلم فيها هؤلاء الأطفال وبالذات طبعا المهارات الأكاديمية المعروفة اللي هي الكراءة وفهم المكروه والكتابة والحساب والوحدة الرابعة واللي هي الهامة جدا اللي هي وحدة التوعية المجتمعية التوعية عاملة وعنصر أساسي جدا لتطوير أي قطاع من الكطاعات فنحن نقوم على توعية بداية أوليان الأمور الطلاب الذين يأتون إلى المركز أو إلى مركز الجمعية ومن ثم نقوم أيضا في حملة توعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام من خلال ورشات العمل المباشرة اللي نتوجه فيها للأهالي نتوجه فيها للمؤسسات حتى لصانعين الكرار لأن هذا الموضوع هو موضوع حديث في فلسطين والحديث عنه وجود مختصين هو يعتبر من الأشياء النادرة في فلسطين كونه تخصص جديد ولكن جاء الاهتمام في جمعية ترون على هذا الموضوع كون أن نسبة الانتشار عالية جدا تزيد عن 15% من مجتمع الفلسطيني أو الأفراد الفلسطينيين يعني إحنا بيتكلم عن عشرات بالمئات الألاف للأطفال على مقاعد الدراسة الذين يعانون من نوع من أنواع صعوبات التعلم يعني البرامج زي ما شايفين هي تستعد في فئات مختلفة وأهدافها أيضا مختلفة حب أعرف التحدي الأول والأساسي عندكم هل بيكون بداية مع الأهل؟ يعني هل في هناك تحدي كمان بتخدوه مع الأهل أنه الأهل كمان مرات القلق عندهم والخوف بأنهم يعترفوا أن هذا الطفل عنده صعوبة معينة وزي ما حكيتي حتى المسميات مرات ممكن بتشكلهم نفسيا ممكن ولأنه هذا غير منفتح يعني موضوع اجتماعيا غير مقبول بالنسبة للأهالي ممكن هيك يكون عندهم في قلق وخوف أنه لا أنا ابني طبيعي ما ماله شي فهذا التحدي وكيف بتتعاملوا معه؟ أكيد يعني هذا التحدي مش بس هنا في جمعية تروان إنما في جميع المؤسسات التأهيل المجتمعي بيعتقدوا الأهل أنه إذا يعني جابوا ابنهم على الجمعية وعلى المركز يعني يظن المجتمع مثل الجيران والأقران على أنه رأي على مركز الإعاق العقلي وهذا طبعا من المفاهيم المغلوطة جدا ولنا طبعا تجربة كبيرة في هذا المجال بأنه في البداية بعض الأطفال يأتون ويعطردون ويعاندون ولا يرودون الاستمرار في البرنامج ولكن مع الوقت مع مضي الوقت ليش بحكي مع مضي الوقت؟ لأنه ما بتحسي بنتيجة العلاج في البداية حتى أول شهر أو شهرين ما بتحسي لأنه أنت عم تبني قدرات لهدول الأطفال بشكل بناء التراكمية فممكن تظهر النتيجة بعد شهرين إلى ثلاث شهور التحدي في البداية زي ما تفضلت أنه اقتناع الأهل بين ابنهم عنده مشكلة وأن هذا الشي أو هذا المشكلة لا تعني إعاقة ذهنية ولكن طبعا تفكيرنا إحنا في المجتمع الفلسطيني كما في المجتمعات العربية هو تفكير مبني على نظرة المجتمع والوصمة وإيش الناس بدهم يحكوا ويمكن هم محقين في بعض الشيء لأنه في عنا خلط بين المصطلحات التربوية هذا عنده صعوبة تعلم هذا عنده بطوء تعلم هذا عنده تأخر دراسي هذا عنده صعوبة نطوك وهل هذا مربوط في القدرة الدهنية ولا لا فهذه الإشكالية يعني منحكي أنه الأهل محقين فيها ولكن في النهاية إذا الأهل ما انتبهوش في عمر مبكر رح يكون القصر إنهم يكتشفوا المشكلة وهذا هو دورنا إحنا في الجامعية إنه إحنا نوعع الأهل لأهمية الكشف المبكر من هاي النقطة بالتحديد بديكي كمان تخاطب النساء والأهالي اللي ممكن يحضرونها كيف ممكن يتابعوا أطفالهم تقدميهم نصائح ليقدروا كمان اختبارات بسيطة في البيت اللي ممكن يكتشفوا بشكل مبكر عن أطفالهم صحيح يعني هو يعني يبدو واضح هذا الموضوع بعد سن الثالثة بعد ثلاث سنوات لأنه عادة الطفل تتكون اللغة لديها على عمر سنتين مفروض أنه الطفل يكون قادر أنه يتكلم جملة كاملة من كلمتين أو ثلاث كلمات على عمر سنتين احنا بنعطى الطفل كمان مجال ست شهور لا سنة لأنه أحيانا بيكون فيه تأخر في النطق وليس مشكلة في النطق ممكن بعد الثلاث سنوات إذا الأم لاحظت أنه الطفل ما بتكلم لغة كاملة مثلا بعبر بجملة عبارة عن كلمة واحدة مثل بدل ما يحكي بدي أشرب حليب حليب مثلا هذا يعني أنه هناك في تأخر في اللغة والتأخر في اللغة سيؤثر بالتأكيد على عملية التعلم لأن عملية التعلم هي اللغة في الأساس يعني الحاضن الأساسي للتعليم للكراءة والكتابة والحساب هي اللغة فإذا كان هناك تأخر في اللغة وعدم قدرة على التعبير عن اللغة من خلال طبعا التكلم بكلمات واضحة المخارج الأصوات بتكون واضحة هذا مؤشر أساسي ممكن لأم تنتبه له بس تحب أكمل فيه هناك كمان ثلاث أربع مؤشرات المؤشر الثاني اللي الأم لازم تلاحظه أنه طبيعة سلوك الطفل من حيث التركيز هناك بعض الأطفال يعني لا يزيد تركيزهم عن خلينا نحكي في عمر ما قبل المدرسة عن خمس دقائق يعني عادة هم الأطفال يعني نتيجة العمر حب الاستطلاع والفضول والرغبة في التعلم قد نلاحظ أنهم بعانوا من تشتت أو من حركة زائدة ولكن بدنا الراعي إحنا وننتبه أنه المرحلة العمرية بتتطلب هيك وينت بنحكي أنها مشكلة أو اضطراب إذا إحنا استمرت هذه المشكلة أنه هناك حركة مفرطة أو هناك عدم تركيز الأم بتحكي مع الطفل وهو مش معاها بتنادي عليه ثلاث أربع مرات ما بنتبه لها هلأ مرات ممكن يكون أوكي منشغل في التلفزيون أو في اللعبة أو في إشي آخر هلأ إحنا وينت بنشوف إنها هي مشكلة إذا صار عمره ست سنوات ولاحظت أنه هذا النمط مستمر يعني لا يهدأ لا يكن لا يسمع لا يقاطع مندفع عصبي كل هذه الأعراض طبعا هناك إحنا منعتمد اختبار عالمي اللي هو حسب اختبارات الجامعة الصحة النفسية الأمريكية اللي هو DSM4 في هناك ثمنتشر عراض إحنا منحكي إذا كان هناك تناشر عراض يمكن في مرات لاحقة ممكن يكون موضوع نحكي فيه بتخصية أكتر نذكر جميع هالأعراض بس إذا معظم هالأعراض موجودة وكان الطفل عمره ما بعد ست سنوات لأنه شرط حدوث هذا الإضطراب أن يكون حدث قبل عمر السادسة هذا أول مؤشر المؤشر الثاني أنه يكون فيه تكرار يعني مستمر السلوك ويتواجد أو يحدث هذا السلوك في جميع المناطق في جميع الأماكن في جميع الظروف مثلا في الروضة يعني ما بيصير أنه معلمة تقول أنه عنده حركة زائدة ومعلمة تانية تقول عندي هذه هذا سلوك مستمر مستمر وفي جميع المواقع وفي جميع المواقف الجرام بيحكوا عن نفس الشيء والأهل بيشكوا والمدرسة بتشكي وكل المعلمين بيشكوا مش معلمة واحدة فهذا عرض تاني مهم أن نتبه له لأنه وجود هذا الإضطراب إذا كان إضطراب وليس سلوك عادي له علاقة في المرحلة العمرية طبعا سيؤثر بشكل سلبي على عملية التعلم لأنه عملية التعلم محكومة في التركيز كديش عند الطفل قدرة أنه يركز في الحصة كديش هو بيستطيع أنه يجمع أكبر قدر من المعلومات وبالتالي تصبح معرفة تراكمية ولكن إذا هو ركز لمدة دقيقتين أو خمس دقائق وبعدين انفصل وهنا بيصير فيه مشكلة بتعاني منها الأم في البيت كمان الأم دا تفتح مدرسة في البيت وهذا مرهك للأهل ومرهك للطفل لأنه الطبيعي في عمر معين أن الطفل يتعلم لعدد من الساعات خلال النهار بعض الظهر يجب أنه ينادي يعني يلبي نداء جسمه احتياجاته النفسية بده يلعب بده يتحرك بده يفرغ طاقته فإذا كان إحنا ما نفتح مدرسة كمان بعض الظهر هذه إشكالية لسه الإشكالية الكبيرة اللي بنلاحظها في رياض الأطفال بالذات في صف التمهيد ويبلش يعلمهم يكرأوا ويكتبوا ومنافس على هذا الموضوع ما بيصير الطفل في عمر المدرسة اللي هو زهكان إشي اسمه تعليم صح فهذه مشكلة إذن اللغة والتركيز هدول عنصرين مهمات يعني إحنا من هاي النقطة بالتحديد رح ننقل بس لموجز لآخر وهم الأنباء ونرجع نكمل حديثنا من هدول النقطتين رجعنا لكم مشاهدين هم كاملين حديثنا عن صعوبات التعلم ونطق وحكينا عن أهمية التركيز على اللغة والتركيز كمان وهلا بنطقل نحكي في موضوع خاصة الأهالي اللي هلا في بيوتهم عندهم أطفال بمرحلة رياض الأطفال قديش مهم هاي المرحلة يتم متابعة الأطفال وكيف ممكن كمان نكتشفوا أنه عندهم مشاكل بهاي المرحلة كما ذكرت يعني قبل الموجز بأنه هدول النقطتين اللي يجب أنهم الأهل ينتبهون لهم النقطة الثالثة أنه المفاهيم اللي إحنا منسا بيها ما قبل الأكاديمية يعني يجب أن يسبق عملية الكراءة أو الكتابة عملية استيعاب الألوان والأشكال والتصنيفات جميحة مجموعات الفواكه مجموعات الخضر مجموعات الحيوانات مثلا بشكل عام بعدين تصنيفها إلى الحيوانات الأليفة فرضا الحيوانات المفترسة كل هذه التصنيفات يكون هؤلاء الأطفال لديهم مشكلة شيء وشيء آخر خاصة إذا كان في بناتهم تماثل مثلا ممكن الطفل يخلط ما بين هذه برتقالة وهذه تفاحة مثلا أو الإشي الأدق أنواع البرتقال بس أدي ممكن يكون من الوضع كمان يعني أمتى ممكن نعرف أن الوضع مش طبيعي يعني خاصة أنه شيء طبيعي أنه مرات ممكن يخربش الطفل ينسى أنه اللون أو مثلا زي ما حكيتي الفواكه بس أمتى ممكن يزيد عن حد دولة درجة أنه هذا في مشكلة لحد خمس سنوات يعني قبل دخول المدرسة يجب أن الطفل يكون مدرك للألوان والأشكال بالذات هم أهم مفهومين ضروريات لعملية تعلم تمييز الحرف والرقم لأن الحروف والأرقم هي عبارة عن أشكال إذا أنت بتطلع أي حرف هو عبارة عن أشكال إما دائرة إما مربع إما مثلث إما مستطيل إما خط أفقي إما خط عمودي إما خط مائل إما نصف دائرة مفتوحة يمين أو شمال فوق أو تحت هذه من الأشياء الأساسية بالإضافة لهيك الاتجاهات يجب أن يدرك الطفل اتجاه اليمين من اليسار لأنه صعوبة التعلم أو الصعوبة التعلم اللي منسميها الأدق من صعوبات الكراءة العامة اللي هي عدم قدرة الطفل على تمييز الحرف من خلال الحرف المكتوب يعني بيقرأ الحرف لكن بيشوفوا مرة طاير فوق مرة تحت مرة شمال مرة يمين هذه الليها علاقة في التركيز فلذلك ضروري جدا أن يتأكد الأهل من أنهم الأطفال هم مدركين للاتجاهات زي ما تفضلت في يعني آخر شيء أنه أوكي بنعطي مجلة لحد خمس سنوات طبعا فيه فروق فردي بين الأطفال فيه أطفال على عمر تلت سنين أو أقل بيكونوا عارفين كل هذه الأشياء إحنا بنعطي مجلة أنه فيه أطفال بيكونوا عندهم تأخر لغة لخمس سنوات بس ضروري جدا يكونوا عارفين هاي الأشياء وعندهم وعي في أصوات الأشياء كمان يعني الحرف قبل ما بدي يعرف اسم الحرف أو صورة الحرف لازم يعرف صوت الحرف وهذه طبعا يعني بتحتاج يعني هذا بتأكيد بتحتاج كمان تركيز كتير من الأهل متابعة من الأهل كمان نفس الأشي الأشخاص اللي بيروحوا على رياض الأطفال المسؤولين عنهم المربيين فهي حلقة متواصلة كل شخص يجبني بذل جهد خاصة بعمر مبكر خليني أعرف بس بالنهاية عن جمعية روان التحديات الأكبر وإنتي كمديرة تنفيذية بتوجهكم في هذا المجال يعني التحدي الآخر هو المدارس ليس جميع المعلمين متفهمين وأنا ما بلومهم كمان لأنه هم مش مؤهلين برضو للكيام بهذا الشيء وحتى لو كانوا مؤهلين النظام التربوي وحجم المنهاج وكمية الماد الموجودة في المنهاج لا تساعد المعلم أنه يتعاون مع هذا الطفل ولكن نحن نكون بدورات تدريبية للمعلمين وطبعا هذا لا يكفي يعني لا نستطيع جمعية أنها تعمل تدريب لكل معلمين الوطن ولذلك نحاول أن نعمل شراكات واتفاقات تعاون مع الوزرات المعنية مع الجامعات لحتى يتم توزيع الحمل ومساعدة جميع فئات المجتمع إذن عدم تأهيل المعلم هذه كمان إشكالية ونحاول أن نعطيهم بعض نحكي الإعازات الفنية البسيطة اللي هي ما بتتطلب لا وقت كبير من المعلم ولا جهد كبير يعني ممكن تقصدي في اللي بتقوليه كمان أنه أنتوا كمان بتبدو الجهد في الجمعية مثلا مع الطفل أو الأهل بالبيت في المدرسة ما بكونش في نفس التعامل بالزابط وهين لا يشعر الطفل بإنجاز يعني شرط نجاح الطفل في هذه البرامج المتخصصة الفردية طبعا أنه يشعر الطفل بالإنجاز يحس أنه هناك في إنجاز يعني قديش هو بيكون الطفل قادر أنه ينجز ولو شيء بسيط وإشعار المعلمة إله والأهل لإله بأنه بينجز هذا بيعطي كمان دفعة تراكمية لبعدين بدي أشكرك كثير على وقتك وعلى النصائح اللي قدمت لنا إياه وبتمنى كمان الأشخاص اللي بيعانوا مع أطفالهم من هاي المشاكل يتواصلوا مع الجهات المسؤولة وأخيرا كيف الناس ممكن تتواصل معاكم طبعا نحن نقدم استشارات مجانية ممكن الاتصال على رقم الجمعية 02-241-2588 في مدينة البيري ونحن طبعا لزيارتنا أهلا وسهلا في الجميع نحن في شارع الكدس مقابل جمعية الأحمر للإدارة العامة شكرا إليك مدير جمعية روان سلام آسيا وعن مركز الصعوبات للتعلم والنطق شكرا كثير لكم أتمنى لك نهار سعيد مشاهدين رح نروح فاصل وعشان نستكمل فقراتنا خليكم معنا اشتركوا في القناة